وأنه صلوات ربي وسلامه عليه قد زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طا يقول عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما كنت أكتب ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش وقالوا لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب فسألته صلوات ربي وسلامه عليه فقال اكتب فوالله ما خرج منه إلا الحق وأشار إلى لسانه صلوات ربي وسلامه عليه نقتدي به عليه الصلاة والسلام لأن حياته أكمل حياة فمن أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كيفما كان فإنه واجد في شخصيته أسوة وقدوة فهو الأب الموفق وهو الزوج الحنون وهو القائد المحنك وهو السياسي الماهر وفوق هذا كله صلوات ربي وسلامه عليه هو النبي المؤيد بالوحي من ربه فمن كان زوجا أو أبا أو قائدا أو إماما أو حاكما أو مفتيا أو قاضيا فإنه واجد في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد وقد قال ربنا جل من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا